وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاعتماد على المكونات المحلية قدر المستطاع في تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري وذلك نظرا لتأثر سلاسل الإمداد العالمية وما تمثله من فرصة لتوطين الصناع بشراكة والتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة لتطوير الريف المصري اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملة وزير البترول وسروة المعدنية والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بين الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على سير الأعمال والموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للمبادرة التي تشمل إجمالي عدد 1477 قرية وتوابعها تضم حوالي 18 مليون مواطن حيث تم استراد خطوات التنفيذ على مستوى الجمهورية والإجراءات التي تم اتخاذها لمراعاة ظروف كل محافظة وطبيعتها الخاصة وكذلك معدلات الإنجاز على مستوى مختلف القطاعات لسيما شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والكهرباء والإنارة والاتصالات والبريد والنقل والطرق والمجمعات الحكومية النموذجية والري والزراعة والتعليم والصحة والشباب والرياضة وبرامج التضامن الاجتماعي والإسكان والتنمية المحلية إلى جانب المبادرات المتنوعة للتنمية الاقتصادية كما تم أيضا استراد مجمل التحديات التي ظهرت بين مرحلة التخطيط وبين الممارسات على أرض الواقع والإجراءات التي تم اتخاذها للتغلب عليها بالإضافة إلى تأثير أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية على سلاسل الإمدادات للمواد الخام والمكونات الصناعية المختلفة وأسعارها العالمية أخذ في الاعتبار حجم الأعمال غير المسبوق في إطار مشروعات المبادرة التي تعتبر الأضخم من نوعها في تاريخ المشروعات القومية في مصر إلى جانب وجود كتل سكانية كبيرة خارج الأحوزة العمرانية للقرى فضلا عن العدد الكبير من التوابع للقرى والبالغ عددها أكثر من عشرة ألاف تابع بالإضافة إلى تعارض تنفيذ بعض المشروعات مع موسم الزراعة وتوريد بعض استلع الغذائية الاستراتيجية أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بالاعتماد على المكونات المحلية قدر المستطاع في تنفيذ مشروعات حياة كريمة نظرا لتأثير سلاسل الإمداد العالمية وبما يمثل كذلك تعزيز فرص توطين الصناعة والاعتماد على التكنولوجيا المحلية بالشاركة والتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص خاصة ما يتعلق بمكونات مشروعات البنية التحتية اشتركوا في القناة